الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب العمرة من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته لعلنا أن نستمع فيه لعدد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فليبتدئ القاءة بارك الله فيه مشكورا الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري وعن قتادة قال سألت أنسا رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر في ذا القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرة من الحديبية في ذا القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذا القعدة وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة غنيمة أراه حنين في ذا القعدة وعمرة مع حجته قلت كم حج قال واحدة في هذا الحديث بيان عمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وفيها ذكر عدد العمر وفيها بيان وقت هذه العمر وأنها كانت في ذا القعدة ولا يعني هذا تفضيل عمرة ذا القعدة على عمرة رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان بحجة معي وفي هذا بيان ما يفعله من صد عن البيت في كيفية إكمال عمرته فالنبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة اعتمر حتى صده المشركون في الحديبية فرجع بعد أن ذبح هديه وقوله عمره من العام المقبل يعني في السنة السابعة حيث كان من بنود الصلح أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام وفي الحديث بيان أن الغنائم تقسم على المجاهدين كما ذكر في هذا الحديث أنه قسم الغنيمة بعد حنين وفيها بيان أن من تجاوز الميقات غير مريد للنسك ثم استجدت له إرادة النسك بعد تجاوزه للميقات لا يلزمه أن يعود مرة أخرى ليحرم من الميقات ويكفيه أن يعتمر أن يحرم من المكان الذي وجدت فيه نية النسك وفي الحديث أن الواجب في الحج مرة واحدة وأن من حج مرة واحدة كفاه ذلك وعن البراء بن عاز بن رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أي حج مرتين اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة وأرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح ولا يدعو منهم أحدا فلما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بينهم فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال المشركون لا نقر لك بها لا تكتب محمد رسول الله فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولم نقاتلك ولا تابعناك لكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله قال أنا والله رسول الله وأنا والله محمد بن عبد الله وكان لا يحسن يكتبه فقال لعلي امحوا رسول الله فقال لا والله لا أمحوك أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فقال فأرنيه قال فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة سلاح إلا السيف في القراب فلا يدخل إلا بجلبان السلاح وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها فلما دخلها ومضى الأجل أتوا علي رضي الله عنه فقالوا قل لصاحبك اخرج عننا فقد مضى الأجل فذكر ذلك علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم فارتحل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعهم ابنة حمزة رضي الله عنهما يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها دونك ابنة عمك احمليها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم فقال علي أنا أحق بها أنا أخذتها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيت ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا وقال علي أن لا تتزوج بنت حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاعة قوله اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين أراد العمر التي كانت معروفة ومعهودة وكأنه لم يذكر عمرة الحديبية لكونهم قد صدوه عن إكمالها فكأنه ذكر عمرة القضية وعمرة حنين أو أنه غفل عن عمرة حنين قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة وأرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة وهذه عمرة الحديبية التي وقعت في السنة السادسة ففي هذا دلالة على أن الإنسان لا يدخل في بلاد حتى يستأذن من أهلها ليأمن من أن يأتيه ما لا يحسب له قال فأبا أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة أي رفضوا ذلك وامتنعوا من الإذن له بدخول مكة حتى قاضاهم يعني صالحهم وفي هذا جواز المصالحة مع الكفار على ما يحقق مصلحة أهل الإسلام على أن يقيم بها ثلاثة أيام يعني أنه صالحه من يعتمر من السنة القادمة ويجلس في مكة ثلاثة أيام وقد عنونا البخاري على ذلك بقوله باب المصالحة على ثلاثة أيام قوله ولا يدخله يعني أنه الصلح معهم على أن لا يدخل مكة إلا بالسيف في القراب وبجلبان السلاح والجلبان وعاء يشبه الجراب يوضع فيه السيف مغمودا ليس شاهرا وقال ولا يدعو منهم أحدا يعني لا يطلب من أحد منهم من أهل مكة أن يذهب معه إلى المدينة وفلما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي رضي الله عنه وفي هذا توثيق العقود والصلح بالكتابة وفي هذا دلالة على أن الكتابة معتبرة وفيه أيضا تقدير الكتابة واستحسان تعلم الكتابة فإن قال قائل لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كاتب قيل لعل من المعاني في ذلك بيانوا أن الشريعة سهلة يسيرة يعلمها حتى من لا يعرف القراءة والكتابة ولعل من المعاني في هذا بيانوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ هذه الشريعة من كتابات الأمم السابقة وفيها أيضا دلالة على معجزة عظيمة فهذا النبي الذي لا يحسن القراءة والكتابة قد حفظ هذا الكتاب وبلغه فيكون علامة وآية عظيمة على صدقه صلى الله عليه وسلم وكان مما كتبوا هذا ما قاض عليه محمد الرسول الله وقد ورد معنا حديث صلح الحديبية من حديث المسوار بن مخرمة رضي الله عنه وفيه تفاصيل أخرى وفي هذا دلالة على جواز المصالحة مع المشركين وفيه إرشاد إلى كيفية كتابة عقود الصلح بحيث يقال هذا ما صالح عليه فلان وفلان وفي الحديث أيضا أنه لا يلزم عند ذكر أسماء الأشخاص نسبتهم إلى قبائلهم ولذا قال ما صالح عليه محمد ابن عبد الله وفي هذا الحديث أن ملاينة من يصالحهم الإنسان باختيار الألفاظ التي لا يقع النزاع فيها أولى وأحسن وفيه أن اختيار الصلح أولى من اختيار المقابلة والمضادة ففي الصلح تسكن النفوس وتتفكر العقول فيكون هذا من أسباب قناعة الخلق بدين الله جل وعلا وفي هذا نسبة الرجل إلى والده وفيه أيضا أنه يكتب كلمة بن بين اسم الرجل وبين والده ولذا قال محمد بن عبد الله وفي الحديث أن من كان رئيسا فأمر مرؤوسه بشيء فلم يمتثل فأد الرئيس ذلك العمل كان جائزا وفي الحديث ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المكانة العالية حتى أن علي رضي الله عنه تحرج من أن يمسح كلمة رسول الله وفي الحديث من الفوائد أن الصواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب كلمة في هذا الكتاب وإنما مسح لفظة رسول الله وبالتالي فكلمة بن عبد الله الصواب أنه لم يكتب ها رسول الله خلافا لمن توهمه من الرواة والمؤرخين وفي الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم وفى بهذا الصلح ولم يدخل مكة ورجع بعد أن حل من إحرامه وعاد بعد سنة ليؤدي عمرة القضية وكان من الشروط أن يبقى في مكة ثلاثة أيام ولم يعتمر عمرة أخرى غير العمرة التي اعتمرها أول دخوله ليكون من الأولى والأفضل لمن دخل مكة أن لا يكرر العمرة وأن يشتغل بأنواع العبادة ولم مضى الأجل وهو الثلاثة الأيام أتوا عليا فقالوا له قل لصاحبك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عنا فقد مضى الأجل وفيه الالتزام بعقود الصلح وفي الحديث أيضا أن العقد الذي صالحوا فيه اختص بالرجال دون النساء ولذلك لحقتهم ابنة حمزة بن عبد المطلب وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لها من يقوم بشأنها فحمزة قد قتل في أحد وأمها الظاهر وأنها قد ماتت فاحتاجت إلى من يرعاها ولذا جاءت لعلي فطلبت منه أن يأخذها معه فتنازع في هذه البنت من يقوم برعايتها وحضانتها ومن هو الأولى بها وفي هذا احتصم علي رضي الله عنه وكذلك جعفر ابن أبي طالب وكذلك زيد بن ثابت فكان مما احتج به علي بأنه هو الذي قد أخذها وهي ابنة عمه وكان مما احتج به زيد أن بينه وبين حمزة أخوة رضاع يبدو أن أم أيمن قد أرضعت هما وكان مما احتج به جعفر أن ابنة حمزة بنت عمه وأن خالتها كانت زوجة لجعفر فحينئذ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالحضانة للخالة وفيه أن النساء من قرابات الأم يقمن مقامها عند فقدها ولذا قال الخالة بمنزلة الأم وفيهذا وجوب تقدير الخالة واحتساب الأجر في برها ورعايتها وفيهذا الحديث تناء النبي صلى الله عليه وسلم على علي فقال أنت مني وأنا منك وذلك ليجبر بخاطره حينما قضى بأن الحضانة ليست له وهكذا قال لزيد أنت أخونا ومولانا وقال لجعفر أشبهت خلقي يعني صفتي الخلقية وخلقي يعني في أخلاقك وفي الحديث اقتراح الرجل على الرجل المتزوج بأن يتزوج بأخرى ولذا اقترح علي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ببند حمزة وفي الحديث أن الرضاعة مانعة من حل الزواج وفيه أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب ولذا قال إنها يعني ابنة حمزة ابنة أخي من الرضاعة فكان حمزة أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان للأنصارية رضي الله عنها ما منعك أن تحجي معنا قالت كان لنا ناضحان أحدهما ناضح ركبه أبو فلان وابنه حج عليه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه يسقي أرضا لنا قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الحج ومشروعية اختيار الرفقة الصالحة والحج مع أهل العلم والفضل ومن هنا رغب الناس في الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان للحج معه من المكان ما ليس كذلك وفي الحديث مخاطبة الرجل المرأة الأجنبية عنه بسؤالها عن أحوالها مما لا شبهة فيه وفي الحديث تفقد صاحب الولاية لمن يكون تحت ولايته وقولها كان لنا ناضحان أي جملان نستعملهما في استخراج الماء من البئر وقد كانوا في الزمن السابق يجعلون الجمال قد ربطت بها الحبال فيوضع في طرف الحبل ما يستخرج به الماء ويكون هذا الماء لسقايتهم وسقاية بهائمه وزروعهم وفي الحديث بيان ما كان عليه الناس في الحال الأول من قلة ما لديهم مما ينتفعون به في أمور دنياهم وفي الحديث حج الرجل مع ولده وتركه لزوجه وفي الحديث من الفوائد جواز الزراعة وأن ذلك من المهن التي كانت تفعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ذكر حج النساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أم سنان ما الذي منعك من الحج معنا وفي الحديث فضيلة عمرة رمضان وعظم أجر الإتيان بها ولم يخص ذلك بيوم دون آخر من أيام رمضان ولذلك قال جماهير وأهل العلم أن عمرة أول رمضان تماثل عمرة آخره ولا فرق بين أيام في فضل العمرة لعدم ورود دليل يدل على التفضيل ولذا قالوا لا خاصية للعمرة في ليلة القدر عن بقية ليالي شهر رمضان وإنما فضل فيها القيام وفي الحديث من الفوائد أن عمرة رمضان أفضل من عمرة رجب ومن عمرة ذا القعدة لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لها من الخاصية ما ليس لغيرها من العمر في بقية أيام العام وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة رضي الله عنها ويعمرها من التنعيم لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حجه وكانت عائشة لما قدمت حائضا أمرها أن تقلب نسكها لتكون قارنة فحينئذ ذهبت إلى عرفة فلم تطف ولم تسعى قبل يوم عرفة وطافت للإفاظة وسعت فرأت أن بقية النساء النساء النبي صلى الله عليه وسلم قد أتينا بطوافين طواف العمرة قبل الوقوف بعرفة وطواف الإفاظة وأتينا بسعيين سعي للعمرة وسعي للحج فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يرجع نساؤك بحج وعمرة وأرجع بحج فقال لها صلى الله عليه وسلم إن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك فلم تقنع بذلك فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقنعها بأن تأتي بعمرة ليجبر بخاطرها وفي هذا دلال على أن من راد العمر من أهل مكة لزمه أن يذهب إلى الحل فيحرم من الحل إذ لو لم يكن ذلك واجبا لما أمرها بالخروج إليه وبذلك قال لأئمة الأربعة وخالف في ذلك الظاهرية فأجاز لأهل مكة الإحرام للعمرة من مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة منها ولكن هذا الحديث عام وحديث عائشة خاص بخصوص العمرة فيعمل بالخاص في محل خصوصه وفي الحديث أن المرأة إذا أرادت أن تذهب استحب أن يكون معها محرمها ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يذهب مع عائشة وهذا يدل على وجوب أن يكون الإحرام للعمرة لمن كان في مكة من الحل وإلا لما كلف عبد الرحمن أن يذهب مع أخته للتنعيم وفي الحديث دلالة على أن التنعيم من الحل وهو أقرب مواطن الحل لمسجد الكعبة وفي الحديث جواز ركوب المرأة رديفة أخيها على الجمل ونحوه نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمر يكبر على كل شرف من الأرض أو ثنية أو فدفد ثلاثة تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون إن شاء الله تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده في هذا الحديث بيان المشروع فيما يقوله الإنسان إذا رجع إلى بلده سواء كان رجعه من غزو أو من حج أو عمره وكأن المؤلف لما أراد أن يختم كتاب المناسك أتى بالذكر الوارد في رجوع الإنسان إلى بلده وفي الحديث فضيلة التكبير واستحباب القول بالتكبير عند كل مرتفع من الأرض والشرف يعني المرتفع والثنية الجبل الصغير وهكذا الفدفد المرتفع المتسع وفي الحديث استحباب تكرار التكبير ثلاثة في هذه المواطن وفي الحديث أيضا استحباب قول هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون أي راجعون إن شاء الله تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون وفي هذا استحباب معاهدة الله جل وعلا على التوبة والاستمرار في الطاعة والعبادة وحمد الله على نعمه وفي الحديث التذكير بنعم الله على العبد ولذا قال صدق الله وعده ونصر عبده وفي الحديث أيضاء الإشارة إلى غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب حيث كان أهل الإسلام على قلة وفي خوف شديد وجوع شديد وبرد شديد وقد اجتمعت عليهم قبائل العرب يريدون أن يستأصلوهم فهزم الله هذه القبائل بأمور قدرية كونية حيث أرسل الله عليهم الريح التي فرقتهم وشتتت كلمتهم فيستشعر الإنسان نوصرة الله لأولياءه ومن هنا يعتمد عليه سبحانه ويتوكل عليه جل وعلا في جلب النصر منه سبحانه وتعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم رضي الله عنه بين يديه والفضل رضي الله عنه خلفه أو قثم خلفه والفضل بين يديه في هذا الحديث مشروعية استقبال القادم من حج أو عمره أو سفر كما كان الناس يفعلونه وفي الحديث جواز أن يركب ثلاثة على الداب إذا لم يكن ذلك شاقا عليها وفي الحديث حمل لإنسان بين يديه وخلفه من يركب الدابة معه وفي الحديث فضل أبناء العباس رضوان الله عليهم وفي الحديث أيضا اعتناء قرابة الرجل به ولذا كانوا غيلمة بني عبد المطلب يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم وهم قرابته نعم وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية قوله كان لا يطرق أهله يعني لا يأتيهم بالليل بدون إخبارهم وقد جاء في الأحاديث بيان العل في ذلك وهو أن الإنسان إذا قدم على أهله قبل أن يعلموا به فقد يشاهد منهم ما لا يسره ولذا قال صلى الله عليه وسلم تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة فإن المرأة إذا كانت لا تنتظر زوجها قد لا تقوم برعاية نفسها وإصلاح هيئتها وتنظيف بدنها وحينئذ قد يشاهد الرجل من أهله ما يؤثر في رغبته في أهله ولذلك أمر الرجل بأن يخبر أهله بقدومه عليهم قبل أن يقدم إليهم وفي هذا إشارة إلى استحباب تجمل المرأة لزوجها وتنظفها له وقوله لا يدخل إلا غدوة يعني في النهار صباحا وقوله أو عشية يعني في النهار في آخر النهار بعد الظهر أو بعد العصر وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها من حبها في هذا الحديث محبة الإنسان إلى مواطن سكنه ومدينته التي يقطن بها قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محبا للمدينة وقوله فأبصر درجات المدينة يعني جدرانها وما يكون فيها من المباني التي يكون بعضها على بعضها الآخر وقوله أوضع ناقة أي أسرع براحلته وجمله الذي يركبه وإن كان دابة حركها أي جعلها تسرع في الحديث مشروعية الإسراع بالناقة إذا أراد الإنسان أن يدخل بلده وفي هذا الحديث ذكر فضيلة من فضائل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن وعن البراء رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا أحرموا في الجاهلية وحجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها في هذا الحديث مشروعية الإتيان للبيوت من أبوابها حتى يشاهد الإنسان عند دخوله وفيه تغيير أحوال الجاهلية إلى أحسن العادات وأفضل الأفعال وفي الحديث ذكر سبب نزول هذه الآية والعبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها وفي الآية ذكر طريقة أهل الجاهلية عند عودهم من الحج وفيه تغيير هذه العادة وفي الحديث الترغيب في البر والترغيب في التقوى والأمر بإتيان البيوت من أبوابها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله قوله السفر قطعة من العذاب لما في الأسفار من المشقة حتى ولو سهلت وسائل الانتقال فنحن نشاهد أن الأسفار تحتاج من الإنسان إلى مرادعات ومتابعات ومواعيد الأسفار قد تثقل على الإنسان ويغير الإنسان برنامجه وطريقته ولذا قال يمنع أحدكم طعامه فالانتظام في وجبات الطعام واختيار الطعام المناسب الذي ترغبه النفوس يتغير مع سفر الإنسان وهكذا فيما يتعلق بالشراب خصوصا في الزمان الأول حينما كان الناس ينتقلون وقد يحددون كمية المشروب من الماء لكونهم لا يدرون ما الذي يقابلهم ولبعد موارد المياه وهكذا الأسفار تمنع لإنسان من الاكتفاء بالنوم اليسير وتمنعه من أن ينام في وقته المعتاد على النوم فيه ولذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا قضى أحدكم نهمته أي حاجته التي سافر من أجهلها فليعجل إلى أهله أي فليبكر بالرجوع إلى الأهل وفي هذا جواز السرعة في السير وفي هذا ذكر الترغيب في انتظام الإنسان في مأكله ومشربه وفي الحديث أن طريقة بعض الفرق في ترك الطعام والشراب تقربا لله مخالفة لمقصد الشرع في جعل الإنسان ينتظم في طعامه وشرابه بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا حميدا وأن يبارك لهم في أرزاقهم وسائر شؤونهم كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر